اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطولات في بطولة الدوري بشكل كبير طبعا هو رقم واحد في مصر ولكن طبعا الامور بتبقى صعبة على الاندية بما ان انت بتكسب بطولة وربطولة بتبتعد عن المنافس الاقرب لك وطبعا بعد كده نادي الزمالك ولكن طبعا نادي الالية استحق النهاردة الفوز بنتيجة اربعة واحد سراميكا كروباترا الهدف الوحيد اللي احرزه هو القندوسي لعب النادي الاهلي السابق اول متواجد حاليا في الاعارة لنادي سراميكا كروباترا هدف رائع من القندوسي واللي رفض طبعا الاحتفال بهذا الهدف هي ماتش حلو ماتش جميل كنا يعني مستمتعين به في لقطة كده من اللقطات الخاصة بالمباراة وضربة الجزاء اللي اتحسبت على سراميكا كروباترا وهي الهدف طبعا اللي جيت تاني بتاع امام عشور يعني ادارة نادي سراميكا او المسؤولين او الادارة الفنية نادي سراميكا قراروا ان هما ينسحبوا والسبب ان ضربة الجزاء مش صحيحة بعد الرجوع للفار وكله شفها وكل بص عليها لقوا فعلا ان سعد سمير داس على رجل اسامة ابو علي في الحالة دي رجوع تاني قالك لا خلاص انزله ولعبه بالرغم يعني ان الامور واضحة ومكشوفة جدا دلوقتي وان الفار لما بيرجع بيرجع بشكل صحيح بالنسبة ليه اللعبة وبيساعد الحكم بشكل كبير كابتن معروف النهاردة وبالتالي الرجوع مرة اخرى للمباراة كانت لقطة بس مش محببة يعني ليه نفكر في فكرة الانسحاب ننتظر لغاية لما الحكم يقرر كمان انت لو حابب تشوفها شوفها وبعد كده خد اي اجراءة ولكن في الاخر في الاخر حتى لو اجراءك انك تنسحب ده مش محبب في الكرة في مصر ده مش محبب في الكرة في مصر حقيقة سعد سمير دايس على رجل اللعب دايس على رجل وسام وبينة جدا والرجوع للفار اكد على كده فكرة ان انا انسحب يعني اكونش حبس خالص ان مسؤولي السراميكي كيلو باترا ياخده القرار ده ثم الرجوع فيه الموضوع ما اخدش ديئتين لكن الفكرة موجودة ما اخدش ديئتين لكن الفكرة كانت موجودة الاحساس بالظلم واضح ان هو يعني استعداد للقرار ده لكن في الاخر رجعوا ولعبوا وكسب النادي الاهلي اربعة واحد على الجانب الاخر الزمالك او المقاولون والزمالك وفوز مهم للمقاولون العرب على نادي الزمالك اتنين واحد تقدم نادي مقاولون العرب اتنين صف ثم ادر نادي الزمالك من خلال سيف اتنين الجزيرة انه يحلز الهدف ديئة واحد ستين هي يعني ما اقولين عرب نقطة 24 النهاردة بيقترب وان كان طبعا امور صعبة جدا جدا فوقيه بنتكلم فيه فاركو طبعا فاركو عنده 30 نقطة ولعب زيادة ماتش يعني واحد 30 مباراة عنده 30 نقطة نادي المقاولين لعب 30 لقاء النهاردة بماتش النهاردة وعنده 24 نقطة فاركو 6 نقاط والامور طبعا صعبة على المقاولين هو بيحاول كابتان عماد النحاس حقيقة النهاردة واضح جدا الشد العصبي اللي هو فيه والهدفين بالنسبة له مكنوش حتى وانت بتتكلم على كرة القدم مكنوش كافين ليه هو عارف ان هو بيلعب ناتز زمالك في اي لحظة ممكن يرجع فاتنين صفر كان بالنسبة له كانت تخوف وبعد كده ناتز زمالك لما جاب هدف صفر الدين الجزيري برضو الموضوع خوف اكتر هو بيعمل عليه ازوركم النهاردة مقاولين كان بيلعب بشكل هجومي كاسح حقيقة حتى العدد المدافعين قلال جدا في المباراة بالنسبة له الحالات الدفاعية بالنسبة للمقاولين العرب وبالتالي هو كان بيلعب على المكسب بلا فكر ان انت ممكن تعمل عملية التوازن في كرة القدم على الجانب الاخر حقيقة في الهدف التاني اللي جيه في ناتز زمالك 6 مهاجمين وده اللي انا بقول لكم عليه 6 مهاجمين على 3 مدافعين من ناتز زمالك 6 مهاجمين من ناتز زمالك على 3 مدافعين من ناتز زمالك ايه القصور الدفاعي اللي عندنا ناتز زمالك حقيقة في المنطقة دي او في اللقطة دي برضو جميز لازم يراجع نفسه في الحالات الدفاعية ان كان حتى وانت تتكلم على لعيبة صغيرة في السن زي احمد رفاعي مثلا بس معايا احمد فتوح ومعام مسلوسي ومع عمر جابر فبالتالي برضو الامور بالنسبة ليه جميز عملية تحفيز اللعيبة في المناطق الدفاعية ازاي اشتغلوا وفي الحالات الهجومية والهجم المرتدة ازاي اشتغلوا برضو واضح ان لسه الامور يعني ما زوطتش شوية في ناتز زمالك لكن في تجارب موجودة شنو بيستكمل وجوده كحارس اساسي مع نادي الزمالك في احمد رفاع او في محمد السيد في وسط الملعب في ايشو بيعود مرة اخرى محمد عاطف بيلعب النهاردة الشكبالة بيبتدي من اول المباراة سف الدين الجزيرة بيعود مرة اخرى هناك بعض التغيالات داخل فريق نادي الزمالك ولكن طبعا بيفوز نادي المقلون العرب النهاردة بالتلات نقاط وفوزه اتنين واحد على نادي الزمالك مبروك المقلون العرب وهي بيحاول على قد ما بيقدر وشرف المحاولة موجود لسه في اربع لقاءات هننتظر طبعا ايه اللي هيحصل في الايام والمباراة القادمة بالنسبة لي الدور المتاز ومن هو يعني هيكون صاحب او او التلات فرق اللي ممكن تكون في يعني القسم التاني ولكن طبعا تأكد بشكل كبير طبعا وجود الداخلية وبلدية المحلة المتساوية مع المقلون العرب ولكن زيادة ماتش هنشوف برضو ايه اللي ممكن يحصل في الكورة في حاجات كتير ممكن تحصل الحقيقة طيب عندنا الاخبار الخاصة بالبريمو النهاردة عندنا كابتن مجد طلبا كمان هيكون متواجد ان شاء الله في الجزء التاني من الحلقة والحديث عن المباراتين النهاردة سواء مبارات السراميكا والاهلي والمقاومين العرب والزمالك والحديث الفن هيكون معك كابتن مجد طلبا نبتدي مع حضراتكم ان شاء الله باهم الاخبار اشتركوا في القناة طيب هنبتديها باولمبياد باريس ومنتخبنا الاول لكرة اليد والحقيقة النهاردة كانت مباراة صعبة جدا جدا على المنتخب الوطني ان هو بيلعب بطل العالم المنتخب الدنماركي والحقيقة في الشوت الاول المنتخب الدنماركي كان بعيد او يعني ابتعد بالنتيجة لتقريبا فرق ثمن 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 اهداف ادر منتخبنا ان هو يقلص الاهداف ولكن طبعا كانت الامور بعدة الحقيقة اه اخسرنا ثلاثين سبعة وعشرين فرق فقط يعني بنتكلم على ثلاث اهداف لكن الموضوع هرب من ايدينا في الاول كان ممكن يعني اه اه منتخب الدنماركي كبير كان ممكن بس ان انت تبقى عندك اهتمام وتركيز اكتر في الشوت الاولاني كان ممكن نتيجة تختلف تماما لانك انت عندك لعيبة كويسة عندك القدرات موجودة بسم الله ما شاء الله لعيبة على اعلى مستوى والفرق الكبير ده اللي حصل لو ما كانش موجود كان ممكن تبقى المباراة تمشي بشكل مختلف والنتيجة كانت ممكن تبقى مختلفة الحقيقة بغض النظر ان المنتخب الدنماركي اه اه بطل العالم لكن برضو احنا من المصنفين الحقيقة في اه كرة اليد عالميا الحقيقة من خلال نجومنا ومن خلال اه البطولات اللي بنشارك فيها الحقيقة من خلال كرة اليد في العالم لكن هارد لك ان شاء الله عندنا مباراة يوم الاربع القادم ان شاء الله مع المنتخب الفرنسي صاحب الارض في الجولة التالتة نتمنى كل التوفيق للمنتخبنا الاول لكرة داد بوجوده في الولمبياد بعمر الله طيب بعض الاخبار اللي موجودة الخاصة بيه الاندية في مصر هنين نبتدي بيه الاهلي الحقيقة النهارده اللي كل ما نشاهد صديق جولة لعب مميز جدا 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 العيب سريع يقدر بيلعب جناح شمال ويمين وهو كان الاسست بتاع الهدف بتاع الكندوس النهارده كان هو السبب فيه فيه تفكير حقيقة في النادي الاهلي بتقلق اللعب لعب جاب السنة دي اللعب 31 لقاء جاب 12 هدف وصنع 7 هدف كان بكمان بقى بالهدف بتاع النهارده صنع 8 هدف فبالتالي لعب كويس امكانياته كويسة فيه تفكير داخل النادي الاهلي بيه القندوسي وتأجده السراميكا وفي نفس الوقت طبعا جولة يكون موجود في النادي الاهلي ده برضو تفكير خلي بالكم الموضوع احنا ديسا كنا بنكلم عن القندوس مبارح ان نادي السويح للليبي عايز القندوسي بمبلغ محترم وايضا الشمال القطري برضو عايز القندوسي وهنا برضو ممكن يبقى فيه تفكير يكون محلي بالنسبة للقندوسي في حالة ان الامور دي ما نجحتش ما نجحتش يعني ان يبقى دي صفقة تبدولي في كل الامور مطروح وكل حلول مطروح لان حتى الان عدم يعني الاقتناع بالقندوسي بالنسبة للكولر مش موجود برغم ان اللاعب حقيقة متقالق جدا 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 بتواجده الحياة في السلام كيلو باترا ونجاحه في احراز اهداف ومساعدة زماله في اغلب اللقاء ده بالنسبة للقندوسي عندنا ايضا مش خلاف الحقيقة ما بين كولر هو لجنة تخطيط على اللاعب اللي هقول اسمه دلوقتي لكن كل واحد عنده وجهة نظر لعب بيلعب في نادي زد وهو مدافع نادي زد يعني وإحنا بنتكلم على المنطقة دي المنطقة النادي الاهلي محتاج بعد ما رحيل محمود متولي وفسخ التعاقد عندك محمد اسماعيل لعيب كويس وكل شايف حقيقة اللعب مميز جدا في المنطقة دي صوار في السن فهنا لجنة تخطيط شايفة ان اللاعب ده بروميسنج عنده يعني مع الوقت مع الاهلي يشتغل كويس على جانب الآخر كولر لأ قالك لأ يعني برضو في ممكن نبقى أفضل نجيب صفقة أفضل ترجمة نانسي قنقر